تم الأعلان يوم الجمعة عن إدراج لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتطقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة الجرائم المالية هذه الخطوة تدل على عدم تلبية لبنان للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ما سيضع لبنان في دائرة المراقبة المالية المكثفة ويزيد من صعوبة تعاملاته المالية مع العالم هذا التصنيف يؤثر سلبا على تضفق الاستثمارات الأجنبية اللازمة لدعم الاقتصاد اللبناني كما أن البنوك العالمية ستصبح أكثر تحفظا في التعامل مع المصارف اللبنانية ما سيجعل اللبنانيين يواجهون صعوبة في التحويل من وإلى لبنان بسبب تزايد الرقابة الدولية على التحويلات القادمة منه وهذا الإدراج سيتسبب بالتضخم وتراجع العملة المحلية من هنا على السلطات المحلية اتخاذ خطوات فورية لتحسين الشفافية في القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة على العمليات المالية ولعل الجهود التي بدأها مصرف لبنان بالتعاون مع الجهات الدولية لتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال قد تساعد في تخفيف أثر هذا التصنيف لكن الأمر يتطلب خطوات جدية لتفعيل القضاء ومكافحة الفساد